موسيقى مكملين حلقتنا من حلو الكلام ودلوقتي هنتكلم عن موضوع مهم جدا بتعاني منه أغلب الأسر والعائلات وهو الجهل بالتربية الصحيحة للأبناء احنا وصلنا النسبة مرعبة وهي أن كل مئة طفل في العالم في منهم 54 وخمسين بيعانوا من الإهمال الأسري وعلشان كده النهاردة معانا الدكتور حسن خليل من علماء الأظهر الشريف اللي هنتكلم معاه عن التربية الصحيحة والمنهج الإيماني الصحيح لأولادنا أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك وبالسيادة المشاهدين الكرام أهلا بي في البداية عايزة أسأل إيه اللي وصلنا لفكرة أن يبقى عندنا حاجة اسمها إهمال لأولادنا وأن النسبة توصل لـ 54% بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين وبعد بداية أنا بحي حضرتك والسادة المعدين الأكارم على اختيار عنوان لهذه الفكرة الجميلة التي نحتاج إليها في خضم هذه الحياة وفي المعترك الكبير الذي تعيش فيه الأسر في شتى النواحي وتحتاج في وسط هذا الزحام إلى أن تلجأ إلى بر الأمان والاستقرار في التعامل الأسري وفي البيوت ما صرحت حضرتك به الآن أن فيه نسبة إهمال كبيرة جدا بنعش هذه الأيام في تربية أولادنا وفي التعامل معهم ده راجع لأن إحنا محتاجين مرة تانية الأسرة وخاصة الأسرة المصرية العظيمة العريقة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ كانت أسرة ذات قيمة رائعة وهذا هو كيان الأسرة في الإسلام وفي الأديان السماوية كلها الأبناء أو الأولاد هم ثمرات الحياة الأبناء هم غراس الأمة الأبناء هم البشرى وبشرناه بغلام حليم الأبناء هم المودة والرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بعض الناس قد يظن أن المودة والرحمة بين الزوجين لكن أهل العلم قالوا المودة والرحمة التي تؤلف بين القلبين هم الأولاد الأولاد هم قرة الأعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هم حبات القلوب هم نسمات الحياة إذا أدرك الوالدان هذه القيمة للأبناء لظلوا طيلة حياتهم مهما أخذتهم الشواغل والأعمال ينظرون إلى تربية الأولاد نظرة دقيقة لما وصلنا إلى هذه الدرجة التي نراها الآن لم يعد كل أب كل أب يدرك دوره الحقيقي أنا والد لست فيزة للصرف فقط وإنما أنا أب أشعر بأبنائي أحس بهم أتقرب إليهم مما يؤثر في تاريخنا الإسلامي الجميل أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الصحابة الكرام كان له ولد إلى حد ما كان يعني إذا نقول عصب شوية ما بيستريحش معاه بيزهاء زي ما ولدنا في الصغر بيعملوا معانا كتير فغضب منه معاوية وأخذ يوم لا يكلمه فعز عليه في اليوم الثاني أن لا يكلم ولده فنادى على مستشاره الأمين وهو الأحنف بن قيس وهذا صحبي جليل أوتي الحكمة والفطانة كان مستشارا لمعاوية بن أبي سفيان فقال له يا أحنف ماذا أفعل مع ولدي هذا وقد أتعبني وقطعته منذ يوم ولا أريد أن أدخل في اليوم الثاني انظروا لا أجلس أسبوع مش أكلم أولادي ولا شهر يوم واحد ألأ سيدنا معاوية قال وأريد أن أحدثه سيدنا الأحنف بن قيس مستشاره الأمين قال له كلام يسطر بماء الذهب اسمحي لننا أقوله قال له وده يفعنا جدا في تربيت أولادنا مشيخلين أبدا نهمل في تربيت أولادنا أولادنا هم ثمرات القلوب وعمود الحياة هم ثمرات للقلوب وهم عمود للحياة نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة وهم نقوى على كل جليلة يا أمير المؤمنين اجعلهم يحبوك يا أمير المؤمنين اجعلهم يحبوك فإنهم إن أحبوك تمنوا حياتك ولا يطلب أبدا وفاتك فتقرب أمير المؤمنين إلى ولده وحنى عليه وأخذ يحدثه حديث الآباء للأبناء حتى انصلحه من هنا نأخذ لابد للآباء أن يعودوا مرة أخرى إلى الحديث مع الأبناء ولابد للأمهات مرة ثانية من الحديث مع البنات والبنين ومع الأولاد في الأسرة الواحدة لأن هذه الأسرة تقوى أعظم قيمة للإنسان ممكن يؤديها في هذه الحياة أن يكون والد وأن تكون الأم والدة قال جل جلاله لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد الأبوة والبنوة أعظم ما يكون في هذه الحياة هو القيمة التي نعيش من أجلها نتحمل تبعات الحياة ونتحمل مشاق الحياة انظري إلى الإنسان يعود إلى البيت فيجد بنتا تقول يا أبي ويجد ابنا يقول يا أبي على اختلاف اللهجات أو اللغات هذا يقول يا بابا هذا يقول يا أبي في النهاية الأبوة شيء عظيم والأمومة شيء أعظم حتى ذهب الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي من أفضل حد ممكن صدقه ممكن صحبه ممكن يخذه في حضني وقوله على كل أسراري قال أمك قال ثم من قال أمك ظن السامع أن النبي سيغير قال أمك قال ثم من في الثالثة قال أمك برضو قال ثم من قال أبوك وهكذا تتسع الدائرة أمك أبوك فأخوك فأعمامك فأخوالك الإنسان بدون أسرة لا قيمة لا لابد أن تعود الأسرة إلى دورها الحقيقي في حب الأبناء والقرب منهم والعمل على عدم إهمالهم بالكلية ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنا سايبة شيخنا يسترسل عشان أنا بتذوق اللغة العربية الفصحى مستمتعة باللغة ونفسي كلنا نتعود نسمع اللغة الجميلة طيب الرسول عليه أفضل السلام قال كلنا راعا وكلكم مسؤول عن رعيته ده منشط كبير قوي كده ورسالة كبيرة قوي كده للأباء قبل يعني الرعاية الأب بيبقى رعي عن أولاد والحاكم بيبقى رعي عن رعيته جملة مطلقة يعني بس لو خصصناها لفكرة الأب والأم والأبناء لأنه النهار ده أنا كأم بقعاني مش أنا كمنال أنا كأم في هذا العصر وعاني من فكرة أن أنا عايز أقعد مع أولادي عايز أقعد أتكلم معاهم يعني أنا أولادي لحقوني قبل السوشيال ميديا ما تتضخم كده وتتوحش أنا كنت بقعد معهم بقعد معهم على الصفر أنا وأبوهم نتكلم في حاجات يحكونا نحكي لهم صحابي عملوا كذا لا ده غلط وساعات بفهمة الملك صحبتي عملت أو صحبي عمل ببعرفة أنه العمل فلا أنهاروا لكذا أفهموا بالراحة ولادنا النهار ده الجيل ده على فكرة من سن سنتين لا عايزين يقعدوا معنا ولا عايزين يسمعوا مننا هم عايزين هذا الاختراع اللي اسمه الموبايل أو الآيباد أو الآيبود أو أي حاجة من التكنولوجيا لا ينفس فيها وفي شبه توحد على الأم أو على الراعي والراعية عن هذه الأسرة ماذا يفعلون في خضم هذا الحصار الرهيب من تكنولوجيا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم والحديث الجميل اللي حضرتك أشرت إليه الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرب الأعظم ألا كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته الأمير راعٍ القائد راعٍ ومسؤول عن رعيته الأب راعٍ ومسؤول عن رعيته الأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الخاض مراعٍ في مال سيده وفي مال مخدومه ومسؤول عن رعيته إذن الرعاية تشمل الكبير من الأمير والرئيس والقائد وحتى أصغر القوم تشمل الرجل وتشمل المرأة تشمل جميع مناح الحياة التي تحتاج إلى زعيمٍ وإلى قائدٍ يوجه إلى الأصوب وإلى الأفضل وينتقي أطيب المراعي للرعية وينتقي أطيب الأماكن وينتقي أطيب الظروف ويسخر أفضل الإمكانيات لإسعاد هؤلاء الناس الأب والأم راعيان في هذه الحياة وهذه الرعاية تتطلب من الإنسان حكماً عملياً في حياته بمعنى زي ما حضرتك تفضلت الآن إن من أبنائنا من ينظر في شاشة هاتفه أو موبايله أكثر من النظر في وجه الأب أو الأم بعض أبنائنا للأسف سبناهم فريسة للآلات الحديثة مع ما بها من نفع كبير إذا استخدمت الاستخدام الأمثل في الحصول على المعلومات والتطور التكنولوجي الهائل الذي نعيش به في التعليم طب الأب والأم ببساطة كده عايزين بقى إيه يعني ننزل للمستوى اللي يقدر يفهمنا أنا ابني ماسك الموبايل يا حبيبي يا بابا عمل كذا بنتي إيه عايز أكلمك في الموضوع كذا أنا مش فادي أنا بيعمل حاجة مهمة لأنه أنا مش عارفة النهار ده هو بيعمل حاجة مهمة ولا لأ لأنه في تعليم عن بعض أنا عندي محاضرة أنا عندي درس أنا عندي كذا أنظم الحكاية دي إزاي أخلي ابني يقعد معي إزاي يعني عايزين طريقة من إزاي أتعمل مع أولادي في الصياق ده هذا ننطلق منه أيضا من الحديث الذي صدرت به الكلام أولا ألا كلكم راعي والراعي يكتضي منه أن يكون حكيما في التعامل مع من يرعاه إذا وجدت أولادي دائمي التواصل على هذه الآلات الحديثة لابد أن أقتحم عليهم هذا العالم بمعنى أن أتقرب منه أن أصادقه أن أصاحبه تتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل من على منبره وهو يخطب للحسن والحسين يتعثران في مشيتهما في المسجد فيحمل هذا على يد والآخر على اليد الأخرى ويصعد بهم المنبر ويكمل الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيأتي الحسن فيركب على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلا يرفع من السجود حتى ينتهي الحسن من لعبه تعطينا هذه إشارة اقترب من أبنائك في هذا السن في سن الطفولة في سن المراهقة لا تجعلهم يعيشون بعزلة مع هذه الآلات ادخل معهم تحدث إليهم شاركهم ألعابهم شاركهم أفراحهم شاركهم ألعابهم الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على غلام صغير يلعب بعصفور يطيره فأراد أن يربطه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تربطه ربما انكسر جناحه أو ساقه ألعب به وحده ثم ظل النبي كلما رأى هذا الطفل يقول له يا أبا عمير ما فعلنه غير أي الطائر انظروا إلى هذه المداعبة صلى الله عليه وسلم وهذه الملاعبة تبسط إليهم حتى أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الله تصابوا لأبنائكم اصغروا لعيالكم الله أنا عايزة أترجم حاجات كتير لأن مولانا مش مضرب إن فيه ناس بسيطة بتتفرج علينا طيب أنا النهاردة ابني أنا لسه زوجة حديثة وعندي أولاد ابتدوا بقى يسألوني في إنه ماما ربنا فين ده أول سؤال نرد عليه نقول له إيه أو بنتي نرد عليه نقول لها إيه أقول له الله جميل جدا إنك سألت هذا السؤال جميل جدا إنك سألت هذا السؤال ربنا موجود فين يا ماما في كل حاجة حوالينا انظر السماء وارتفعها الأرض هل هناك أعمدة تحمل السماء فيقول لا قل له الله يحملها انظر لهذه الأرض على اتساعها يعني يا باما أو يا بابا ربنا تحت الأرض شايل السماء ما انتحنا ندخل بقى في أسئلة الله الله في كل مكان هو موجود في كل مكان انظر كيف تحبني يا ولدي فيقول لك نعم يا ماما أنا بحبك جدا وبحب بابا جدا قل له كلنا نحب الله لما يغزونا به من النعم لنعم الله علينا شوف أنت بتحبني عشان أنا بجيب لك كل اللي نفسك فيه كل اللي انت عايزه مسكن وملبس وفسح وألعاب وتعليم الله يمدنا بكل ذلك دون أن يطلب منا إلا أن نشكره إلا أن ندعوه سبحانه وتعالى تخيالي لما نزل قول الله تعالى يرشد المؤمنين أنهم يتقربوا من الجنة والأعمال الصالحات يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ذهب طفل صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحرقني ربي بالنار هو أنه ممكن يدخل النار وتعزم قال لا إن الله أحد لك الجنة إن الله أعد لك الجنة وأنت من أهلها أبدا ما نخوف أولادنا بالنار حدثهم عن الجنة النار للعصاه وأطفالنا ليس بعصاه النار لغير النار لمن لم يتق الله في دينه ولا وطنه ولا معيشته الرحمة خلقت إن الله بالناس لرؤوف الرحيم الله سبحانه وتعالى رحيم بنا في كل شيء لابد أن نعلم أولادنا أن الرحمة دي منتشرة في كل مكان ننظر إليه في نعم الله التي تطرى علينا صباح مساء في مأكل وفي مشرب وفي مسكن وفي وطن وفي حياة وفي علم وفي أم وفي أب وفي خير ينثره ربنا علينا صباح مساء الجنة خلقت للناس تسعهم جميعا ولكن تحتاج إلى جد منا واكتهاد وإحنا بدرنا كأباء وأمهات لازم نعد أولادنا للجنة إزاي نعدهم للجنة بقى؟ نعد أولادنا للجنة بالعمية والنبي حاضر طبعا لازم تعرف كوي زي ما قلنا وتعرف كل أم وكل أب إن الأولاد دول أعظم هدية من الله حبنا لأولادنا ده فطري طبعا ربنا فطرنا عليه الكبير والصغير العربي والأجنبي أعزاكم الله حتى الحيوانات ترحم أولادها طبعا الرحمة وضعها الله في قلوب الأباء والأمهات جميعا آية واحدة هي التي توصيل بالأولاد تخيالي في القرآن الكريم في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم مع إن الآية في المراف على فكرة يعني وإحنا فهم النص القرآني برضو عشان نعلم أولادنا الآية لابد أن يكون لها سباق ولها لحاق ولها سياق عشان محدش يتحك على أولادنا ويخد له آية من نص كده والعذاب لابد لما نقرأ القرآن الكريم لابد أن نقرأ ما قبل الآية وما بعد الآية وسياق الآية هكذا يقول أهل العلم للآية سباق ولحاق وسياق الآية التي أوصتنا بأولادنا فريدة يوصيكم الله في أولادكم وبعد ذلك لم تأتي آيات للتوصية بالأولاد لما لأن حب الأولاد فطري من عند الله سبحانه وتعالى أما حب ابني لي فهو مأمور به وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنة ووصينا الإنسان بوالديه الإبن مأمور بالبر بأبيه أما الأب فهو الأم فهما مفطوران على الحب لهذا الإبن إذن ابنك أغلى ما تملك اعتز بهذه البنوة كيف تعده للغد قربه من الله وصية سيدنا لقمان ما لست أقول لحضرتك في صورة كاملة عن تربية الأبناء والوصايا اسمها لقمان صورة في القرآن أما الواحد يقعد كده يقراها ويتفكر فيها ده فيها كل الحاجات يعني بيبدي لابنه منهج للحياة فنقول للناس إيه منهج سيدنا لقمان تمام هنطلق لقيت سيدنا لقمان بس بعد ما أقول لحضرتك على الجزئية السابقة اللي حضرتك أشارت ديها فإزاي نوجه أولادنا نصدقهم نحبهم نقرب منهم يا سادة في ناس ما بيشوفوش أولادها اللي يوم العطلة في يوم الجمعة في أمهات ما بتجلس مع أولادها إلا بعد ما تلاقيهم نامهم أو دورهم بينتهي عند إعداد الطعام أبدا مش ده الدور الدور صداقة حديث لقاء كلام قرب مودة رحمة تخيلي أعظم تفسير قرأته لقول الآية الكريمة في قول ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة الأولاد هم المودة والرحمة أعظم مودة تقدمها المرأة لزوجها الرحمة بأبنائه أعظم مودة يقدمها الأبو الزوج لزوجته هو الرحمة بأولاده لا بد نرجح تاني نصادق أولادنا ونتقرب منهم وإليهم سيدنا لقمان الحكيم رجل آتاه الله الحكمة ربنا قال عنه ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله نموذة كرآني رائع في تربية أولادنا في سورة لقمان يريد زي ما الأستاذ منال أشارت الآن سورة لقمان دي نحفظها ونحفظها لأولادنا نقرأها ونقرأها على أولادنا فيها آداب التربية الإيمانية الراقية للإنسان المكرم من عند رب العالمين إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كل ما في هذا الكون من خلق الله جل جلاله فحذاري من الشرك أو الإلحاد أو الانصراف إلى غير الله إن فعلت ذلك يا بني فأنت ظالم وله في كل آية دليل على أنه الواحد لازم نعلم أولادنا أن فيه الله بندعوه وبنرجوه وبنطلب منه العطاء وأخده معايا وأنا بصلي وأععده جنبي وأنا بقرأ القرآن ويسمع معايا الدروس العلمية الجميلة دي مش لازم أسيبه على طول طول الخط لازم أقربه عشان يعرف أن فيه إله هيوجهه لكل خير وهو به رؤوف الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن تأتي الوصية بالوالدين حتى ينشأ الأطفال على ذلك ثم تنطلق الآيات الكريمات في سورة لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله الله قادر على كل شيء أطلب منه لا تطلب من سواه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إلى نهاية الآيات الجميلات في الوصاية العشر الرائعة التي تصلح منهجا تربويا لكل إنسان سيدنا لقمان بالمناسبة لم يكن نبيا بل هو عبد صالح أجرى الله الحكمة عليه يستطيع كل إنسان أن يقوم بهذا الدور مع أولاده حتى يصبح له قرة عين قرة عين يعني ختام جميل والحقيقة الوقت جري مع دكتور حسن خليل من علماء الأزهر الشريف حضرتك شرفتنا ونورتنا وحقيقة كلام حضرتك مهم جدا أتمنى كل الأباء والأمهات يعملوا به ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا